السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء في فيديو جديد وياكم الأستاذ محمد نجمى النوفلي واليوم رح نتكلم عن سؤال مهم جداً بعلم الصوت How can you classify English vowel شلون تقدر تقسم أصوات العلة الإنجليزية طبعاً تقسيم أصوات العلة اللغة الإنجليزية يعني يعتمد على ثلاثة عوامل أولاً The tongue height اللي هو ارتفاع اللسان هل اللسان مرتفع من خفضه؟ tongue position اللي هو وضع اللسان و lip shape and position اللي هو شكل الشفاه وموضيعه طبعاً من يقصد بشكل الشفاه اللي هي هذي يعني الآن إذا وجدت على الشفاه الشفاه لها ثلاثة حالات اللي هي حالة el-rounded وحالة el-spread وحالة el-neutral اللي هي الحالة الطبيعية شوف el-rounded شلون تكون هنا شوف الرسم مال الشفاه هاي شلون يكون el-rounded وel-spread هاي شلون يكون مثل الواحد من يبتسم وهي الحالة الطبيعية والحالة الاعتيادية وطبعاً لكل صوت بيعليه مثال يعني arounded spread هاي حالات الشفاه احنا قلنا تعتمد على ثلاثة عوامل اللي هي شكل الشفاه وموضع اللسان فهاي طبعاً ضروري جداً نقراهم مهمات جداً معلومة حلوة جداً طبعاً هذا المخطط أيضاً نستفاد من عنده شلوف شون مقسمة أصوات العلة كيف أنه ارتفاع اللسان وكيف أنه اللسان brunt هاي العوامل التي فيه تحدد أو من خلالها نقدر نقسم أصوات العلة باللغة الإنجليزية ترجمة نانسي قنقر